لا يهم كيف تقع المهم أن تقع في حبائل داعش فإن وقعت فلا سبيل للخروج قد تكون النساء أسهل إقناعا من الرجال وفق الخبراء فتصطدهن شباك داعش أسرع وقد تكون رغبة النساء في تغيير الصورة النمطية للمرأة المسلمة دافعا فتقعهن في الشباك بسهولة لكن بغض النظر عن النتيجة فإنها واحدة نساء أكثر يغرر بهن فيتحولن لأدوات عمياء في يد تنظيم المتطرف رأى في الأنوثة هدفا سهلا يجنبه خسارة المزيد من رجاله بدل أن تحمل طفلها على ذراعها تحمل سلاحا وتقاتل بدروة ووحشية هي المرأة في تنظيم داعش إذ يبدو أن جهاد النكاح لم يعد الرابط الوحيد بينها وبين داعش فالتنظيم يعد المرأة لما هو أكبر الدور القتالي الإحصائيات تؤكد ارتفاع وطيرة تجنيد نساء بعد الهزائم المتتالية التي مني بها داعش مؤخرا سواء بمقتل عناصره أو فرار معظمهم إذ استعان داعش بالنساء لسد النقص في عدد مقاتله وتشير الإحصائية أيضا إلى أن ثلث أفراد تنظيم داعش تقريبا الآن هم من النساء وأنهن أصبحن يتلقين تدريبات العسكرية للمشاركة في القتال فتيات في مقتبل العمر تخلينا عن أنوثتهن وكل ما تحلم به قرناتهن للالتحاق بالتنظيم الأكثر وحشية في العالم يرى المحللون أن جاذبية التنظيم تكمن في كونه يركز على ما قد يعتبر تحديا عند النساء لتغيير الصورة النمطية للمرأة المسلمة التي يعتبرها البعض خانعة خاضعة خلقت لطاعة الزوج كما عرفت المرأة بأنها عاطفية وتسهل استمالتها وفقا للدراسة التي تقول أن هناك ثلاث طرق لانضمام النساء للتنظيم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت وعن طريق النساء المنضمات بالفعل للتنظيم وكذا عن طريق السور الكاذبة للحياة الآمنة والمستقرة في ظل التنظيم فضلا عن طريق الإغراء المادي ويرى محللون أن خطوة ارتماء المرأة في كنف داعش تكون في أحيان كثيرة محاولة للتكفير عن الذنوب والحياة الصاخبة التي عاشتها بعضهن في السابق فيرين في الجهاد المزعوم مخرجا أو توبة أما البعض الآخر فيدفعهن حب مغامرة حسب ما تصور لهن دعاية تنظيم داعش المزيفة ومهما يكون الدافع فإن الثابت الوحيد أن هذه النسوة قد غرر بهن وأن سبيل الخروج لن يكون سوى الموت حاولنا التعرف على الظروف التي تدفع النساء للانضمام إلى داعش نعود إلى سامي الذي سيقدم لنا مزيدا من التوضيحات المعززة بالأرقام والإحصاءات المفصلة نعم روبير هذه الإحصائية نتجت عن تقرير صدر أخيرا عن معهد الكانو الملكي الإسباني الذي يشير إلى تزايد إقبال السيدات على الانضمام لصفوف تنظيم داعش التقرير يقول أن نحو 500 سيدة أوروبية انضممنا للتنظيم خلال العامين الماضيين التقرير قال أن أكثر من 55% من سيدات استطلعت أراؤهم في إسبانيا لديهن القابلية للانضمام لصفوف الميليشيات المسلحة أما الرجال الذين استطلعت أراؤهم فبالكاد تجاوزت نسبة من لديهم القابلية منهم 30% كما نشاهد على الشاشة التقرير لفت إلى أن أغلبية النساء المنظمات إلى داعش يحملنا الجنسية الأوروبية وتتراوح عمرهم بين 19 و23 عاما هناك نحو 23 امرأة في إسبانيا ينتظرنا المحاكمة في المحكمة العليا بتهمة الإرهاب والانضمام إلى داعش التقرير كشف أيضا أن ثمان من أصل عشر حالات متطرفة تم تجنيدهم على الأراضي الإسبانية وفي غضون ذلك تحدثت دراسة مصرية عن وجود نحو 35 ألف امرأة حامل في طريقهن لإنجاب صغار في سوريا والعراق ويقول المراقبون أن داعش استخدم الأطفال في دعاياته القتالية أكثر من 300 مرة خلال الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى هذه الأرقام روبير تعرف بأن الضغط على داعش في الموصل والعراق دفع داعش لخسران الكثير من عناصره كان داخل صفوفه 60 ألف تناقص هذا العدد إلى 15 إلى 12 ألف مقاتل ما دفع هذا التنظيم إلى الاستعانة بالنساء لتعويض هذا النقص توقف أيضا وصول المقاتلين الأجانب عبر الدول الأوروبية سنتابع مع ضيفنا من عمان الخبير في شؤون الحركات الإسلامية دكتور محمد أبو رمان أهلا بك عبر سكاينيوز عربية يعني اللافت فقط هو صد النقص في المقاتلين الأجانب أو أيضا تحويل النساء لانتحاريات وهذا الدور الأوسع هل هو السبب الرئيسي هو ضعف وتداعي بنيان داعش أولا مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام روبير أنا أعتقد موضوع المرأة في تنظيم داعش موضوع واسع مترامل أطراف والدراسة هذه الدراسة أشارت فقط إلى 500 حالة هي بالفعل 550 حالة أوروبية معروفة من النساء ذهبنا إلى تنظيم داعش لكن هناك عتمة معرفية إنجاز التعبير عتمة إعلامية عدم معرفة لأحصائيات أو أرقام للعربيات اللواتي إن ضممنا إلى تنظيم داعش لا توجد لدينا أي أرقام لا توجد لدينا أي إحصائيات وأنا أعتقد أنه العدد كبير وكبير جدا أنا ما أريد من الشساء الكرام أن يعرفوا في هذا المجال أن هناك تحول كبير على مستوى الكم وعلى مستوى الدور حدث مع تنظيم داعش طفرة على صعيد مشاركة المرأة في تنظيم داعش مقارنة بالمراحل السابقة هناك أعداد كبيرة من النساء سواء من العراق أو سوريا أو عربيات أو أوروبيات أو غربيات دور المرأة تحول بصورة كبيرة اليوم المرأة لم تعد مرأة عنصر ثانوي أصبحت المرأة تقوم بدور رئيسي ومباشر في تنظيم داعش في عقضية ما يسمى الحسبة في التنظيم على الصعيد الإعلام 40% من المواقع تديرها النساء إذن نحن نتحدث عن أدوار رئيسية اليوم عن تحولات كبيرة وبالتالي في المرحلة القادمة المسألة لا تقتصر فقط وهذه نقطة مهمة أشرتولها أنتوا أن المسألة لا تقتصر فقط على صعيد أنه سد النقص الرجالي الذين يقتلون وتشفيف الموارد وبالتالي هناك أدوار قتالية للنساء صح راح يكون هناك أدوار قتالية وأدوار اتحارية للنساء ولكن أنا قلقي وهاجسي هي المرحلة القادمة في كيفية التعامل مع أعداد كبيرة من النساء والأطفال هذا المجتمع الذي تشكل خلال السنوات السابقة دكتور محمد ما الذي يدفع هؤلاء النسوة في عمر الظهور إلى الارتماع في أحضان داعش هل من مبررات منطقية لعيشهن في بيئة متوحشة؟ طبعا هناك مش مبررات هناك قراءة في الشروط والتفسير لذلك وبالمناسبة صدر لنا كتاب أنا وصديق حسن أبو هانية عن النساء في داعش هذا الكتاب كان دراسة معمقة وطويلة واستمرت فترة طويلة ونحن ندرس كثير عشرات الحالات من النساء اللواتي انضمنا إلى تنظيم داعش والقضية المهمة سيدي أنه فكرة الصورة النمطية جهاد النكاح هذه كلها صورة تسطيحية واختزارية غير صحيحة هناك عداد كبيرة من النساء المتعلمات للأسف الشديد اللواتي درستنا في أوروبا وفي أفضل الجامعات الأوروبية والغربية بالطبع هناك نساء غير متعلمات هناك نساء عربيات أيضا حاصلات أشهادة الدكتوراه الفقيه الأول اليوم في داعش هي دكتورة إيمان البغى ويحاصل على شهادة الدكتوراه وبالتالي هناك أسباب متعددة متنوعة من ضمنها أسباب سياسية مرتبطة بما يحدث في المنطقة العربية من ضمنها أسباب مرتبطة بالهوية البحث عن الهوية داعش استطاع أن يتلاعب بالرموز بقضايا الخلافة بقضايا الدين بقضايا هذه استطاع أن يخلق جاذبية يوتوبيا على الشبكة الافتراضية كبيرة وأيضا بالمناسبة الإنترنت ليس العامل الرئيسي في التجنيد الإنترنت هو ديناميكية رئيسية من التجنيد لكن أحد أبرز عوامل التجنيد التي ينبغي الاهتمام لها هو عامل القرابة بمعنى الأخ أو الزوج أو الإبن أو عامل الصداقة أو شبكة العلاقات الاجتماعية هذه أهم بكثير من الأسباب والدوافع للتجنيد من الديناميكيات المرتبطة بالإنترنت تحيطا هذه الدراسة التي تؤكد وما تحدثت عنها أن الفكر الداعشي هو الجاذب وليس كما أشارت ربما أحلام الرومانسية كما يحصل مع الأوروبيات هل اليوم هذه الورقة استخدام داعش لساء هي ورقة رابحة فعلا استهدامهم كانتحاريات أم أنها الورقة الأخيرة التي يستخدمها التنظيم يعني أنا بدي أحكى عن هذا الجواب على سؤالك من رافدين رئيسيا الأول هي بدون شك هو يريد أن يغطي النقص حاليا في تجفيف الموارد الذي حدث في الفترة الماضية قتل الآلاف من أتباع التنظيم وأغلقت الحدود أمام أعضاء وبالتالي النساء سيتحول جزء كبير منهم من الدور الدعوي ما يسمى الدور الدعوي الإعلامي إلى الدور القتالي وأنا ما أخشى لفترة قادمة أن نرى عمليات انتحارية لأطفال ونساء والأطفال بدأت عمليا الجانب الآخر وهي النقطة المهمة أنه هناك وينبغي على المسؤولين والسياسيين هناك تحول كبير اليوم فيما يسمى الحالة الجهادية في العالم العربي لم تعد القضية مرتبطة برجال وأفراد أصبحت مرتبطة بعائلات المرأة تحول دورها سواء انتهى داعش اليوم أو غدا أو بعد غدا وسينتهي التنظيم في العراق وسوريا أنا ما يقلق لأكثر من التنظيم هو الحالة العامة في الدول كعديد من دول العربية تشكلت اليوم ما يسمى نسوية جهادية بين هلالين هذا وضع مقلق للمرحلة القادمة لن ينتهي بانتهاء تنظيم داعش من النساء من الأطفال انتقلنا من الأفراد إلى العائلات كيف سنتعامل مع هذا التحدي أعتقد هذا السؤال مهم جدا في المرحلة القادمة نحن نعرف بأن المرأة عاطفية حساسة ناعمة وغيرها من هذه المفردات دكتور محمد ولكن أتساءل هنا إلى أي مدى تقوى هذه المرأة على القتال الشرس وبنفس طويل برأيك يعني أنا بالكلام اللي حكيته أنت الفرضية هي بالفعل التي انطلقنا منها في كتاب الذي ذكرته أن هذا التنظيم الذي يفترض أنه تنظيم ذكوري ودموي يفترض أنه يبتعد عن النساء والنساء تخشى الاقتراب منه ولكن ما حدث العكس أنه هناك طفرة في قبول النساء وإقبالها على هذا التنظيم ولذلك أعتقد أن هذه الفرضية فيها خلل من الأصل بمعنى أنه افترض أن المرأة عاطفية لا تميل إلى هذا الأدوار لا تميل إلى هذه المشاهد أعتقد هذه بحاجة إلى إعادة النظر المرأة اليوم لم تعد عامل ثانوي أصبحت عامل محفز ومن يعود إلى عديد من الحالات عشرات الحالات التي درسناها النساء فيها عامل دافع وليس عامل مرسل وليس مستقبل عامل مجند وليس مجند 40% من المواقع التي يتم فيها التجنيد تشرف عليها نساء من تنظيم داعش وبالتالي نتحدث عن بالفعل تحول كبير في قضية المرأة في تنظيم داعش بالمناسبة تنظيم القاعدة سابقا كان يرفض الأدوار الرسائية النساء وكان يصير على أنه مكان مرأة في بيتها اليوم هناك التحول في رؤية المرأة الداعشية بين هلالين لنفسها ورؤيتها لأدوارها في التنظيم هذا الذي أشرت إليه سابقا اللافت أيضا في تجنيد النساء إن كان في بريطانيا وفق التقارير الأمنية أيضا في فرنسا والولايات المتحدة هذا الجاذب في أيضا تجنيد النساء خارج مناطق سيطرة داعش طبعا هذا الشيء المقلق أولا تجنيد النساء داخل مناطق سيطرة داعش ما نزال نجهل ماذا يحدث في داخل هذه المناطق هناك آلاف الحالات من المصاهرة والزواج والعائلات التي تشكلت ليس لدينا أدنى فكرة عنها لأن هنا تنظيم يمارس تعتيما كبيرا ولا يوجد إطلال إعلامي عليه بالتالي هذا جزء بالنسبة لي مخيف ومقلق الجزء الثاني هناك العديد من الداعشيات من الدول العربية اللواتي ذهبنا وانضممنا إلى التنظيم ولدينا عدد كبير من الحالات التي درسناها لكن لدينا جاهل بالإحصائية بالرقم الحقيقي للعربيات في أوروبا وأمريكا هناك دراسات محددة 550 مرة من أوروبا بحدود على ما أذكر 90 مرة من أمريكا من أستراليا حالات لكن من العالم العربي لا نعرف إلى الآن كم هو عدد حالات النساء بعض النساء ذهبنا برفقة أزواجهم بعضهم ذهبنا للحاق بإخوانهم وعدد كبير من النساء ذهبنا بصفتهم المفردة وبعض النساء ذهبنا بأبنائهم لكن لا توجد لدينا أي إحصائيات دقيقة في العالم العربي عن هذا العدد من النساء دكتور محمد التقارير تشير إلى أن داعش يركز في تجنيده للنساء على الفئة العمرية بين 18 و 25 سنة هذا ما تشير إليه بعض التقارير ما الذي يجعل داعش يركز على هذه الفئة العمرية دون غيرها يعني إحنا في الدراسة أيضا معلش أنا بحل الدراسة كثير لأنه هي دراسة لعشرات الحالات التي أجريناها بالفعل العمر 90% من تقريبا من الأعمار كانت ما بين 18 إلى 25 و 26 عام وأعتقد أنه مسألة مش تركيز داعش على هذه الأعمار ربما التنظيم لإدراكه أن هذا العمر هو الأكثر تأثرا لكن سواء على صعيد النساء أو الرجال بالمناسبة سنجد أنه هذا العمر من 18 إلى 25 هو عمر الاندفاع والعاطفة وعدد كبير منهم مثلا من الطلاب الجامعات في الدول العربية وطالبات الجامعات هم من يلتحقوا بهذا التنظيم طبيعة العمر طبيعة الرومانسية أو المثالية التي يعيشة إمكانيئة الثورية الداخلية تساعد التنظيم على التلاعب بهذه العقول من عمان الخبير في شؤون الحركات الإسلامية دكتور محمد أبرمان شكرا جزيلا لك